خلال هذه الفترة بعد أن استلم بعد أن فاز جو بايدن في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هناك فترة بسيطة لحد يوم أعتقد جنواري في بداية جنواري يوم معهد ساعة 12 بي أم راح يكون الاستلام والتسليم ويقولوا له إلى ترامب جود باي يعني ما يقول لك أي شيء بس منه إلى هذا اليوم ترامب عنده صلاحيات يتخذ قرارات حاسمة خارج وداخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت عسكرية أمنية واقتصادية وعدنا أيضا في التاريخ جورج بوش الأب اتخذ قرار بإرسال القوات العسكرية الأمريكية إلى الصومال وأيضا كارتر حينما قاد العملية لأجل أرجاع المختطفين الأمريكان في إيران حينها إذن هناك سلطة لدى الرئيس ترامب السابق نقول ولكن سلطة بايدن أقوى وهناك خلافات الآن داخلية يعني الآن وصلت الدرجة إلى أنه بوش الأبن رئيس الولايات المتحدة السابق يرحب في بايدن وأيضا يمتعظ من ترامب الحزب الجمهوري يطالب من السوشال ميديا إغلاق الصفحات التابعة إلى حملة استقطاب الأموال من أجل رفع قضايا ضد الحزب الديمقراطي ما شابه ذلك هناك أمور كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تجري ولكن هناك مخاوف من قبل بعض الفصائل في الداخل أنه في هذه الفترة سوف يستغلها ترامب ويشن هجمات ولكن أقول لهم شيء واحد عندما صار إعلان عن هذا الأمر سواء كان في صحف في إسرائيل أو في صحف في الولايات المتحدة الأمريكية كما أن سينا أن أشارت لذلك أيضا في ضربات بسيطة ولكن أمريكا هي دولة المؤسسات وأضرب لك مثلا بسيط أنه رئيس أركان الجيش الأمريكي والقوات العسكرية الأمريكية مايك أشار قبل ساعة أو ساعتين للعامة وللعالم أيضا نحن قسمنا على الدستور الأمريكي ونعطي فقط للولايات المتحدة الأمريكية ولا نعطي ولائنا إلى ملك أو ملكا وطاغوتا وديكتاتورا إشارة واضحة إلى ترامب أنه قواتنا وجيشنا وسواء كان النيفي سيل أو المارينز أو أي قوات أخرى نحن نتبع الولايات المتحدة الأمريكية لا نتبع الرؤساء